السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اه كمشاهد هنا في شاشة الهاتف كيف يمكننا الحصول على هذا المظهر? ببساطة في اه محرك او اه متجر جوجل يمكنك الذهاب هنا والبحث على هذه الكلمة فتجد الكثير من التطبيقات تقوم بهذا اه رسم او بتشكيل هذه الاشكال في الموبايل. وهي خلفية فقط. اختار الاول وهو الافضل. نجرب نجرب تطبيق في الموبايل ونشاهد. كيف نقوم بوضع خلفية متحركة مثل هذه تعمل باللمس فقط. اه عن طريق هذا البرنامج او هالتطبيق تطبيق بسيط جدا يمكنك البحث في كما شفنا في الشرح الاولي. في الاول يظهر لك هذا الاعلان لا يهم نقوم باغلاقه. ثم في العالة تجي الضائرة تقوم بالضغط عليها فتظهر لك قائمة جانبية من هنا يمكنك تعديل الالوان والكثير من الامور. ففيها الكثير من الميزات. كذلك يمكنك في العالة اختيار نوع. يمكنك من العالة تغيير شكل من اشكال التحريك كما تريد. كذلك دقة هاد الالوان هنا تختار ميديوم او هاي فتظهر بكواليتي احسن. على حسب الهاتف اكيد. فانا اختار لو لان الهاتف قديم نوعنا. في الاسفل قلت في قائمة هذي فيها في الاسفل عند تغيير الالوان يمكنك اخذ صورة لهذا. تتبيت الصورة مثلا هنا تضرب مثلا تقوم بالاشارة هكذا. ثم توقفها. فهذا الصورة تقف في هذا الشكل. فكذلك يمكنك عمل لتستمر في التحريك في التحرك. فهذا التحرك ربما يسهلك آآ البطارية. اذا كما شاهدتم تطبيق بسيط جدا يمكنك تجربته بسهولة تجد روابط الوصول اليه بسرعة في الاسفل او آآ عبر هاد الطريقة من هنا. في الاخير يدعمنا باشتراك في القناة. الى الشرح القادم. السلام. اشتركوا في القناة.